امرأة أعطاها الله شعرا طويل يصل الأرض انظر ماذا حدث لها سبحان الله ألينا شابة تمتلك شعرا طويلا يصل إلى الأرض في حقيقة الأمر كنا نندهش جميعا حين نسمع أو نرى قصصا تتحدث عن روبينز فتاة الشعر الأسطورة وأميرة البرج التي ظلت حبيسة حياتها بأكمله وتستغل الساحرة لتحرص على أنها تحظى بالخلود منذ أن قامت باتطاف الفتاة اليوم سنتعرف على أن اليوم يوجد لدينا روبينز حقيقية تعيش معنا في هذا العالم وإليكم حقيقة مذهشة لا تزال روبينز فتاة الواقع الذي نعيش فيه بحاجة إلى منقذنا الخاص بها تمتلك إلينا شعرا ناعما للغاية وسميك وصافر الغاية وطويل جدا إنه طول يتجاوز الأرض بكثير في الفيلم الأسطوري كانت إلينا الأميرة الحبيسة تمشط شعرها بنفسها وتذفره ولكننا هنا مع روبينز أخرى في عالم الواقع دعونا نكتشف بأنفسنا الصعاب التي تعيشها في يومها العادي وهل تحتاج لمساعدة من الآخرين لتتمكن من السيطرة على شعرها كان لديها شعر بطول الأرض منذ فترة طويلة والآن يعتبر طول الشعر الخيالي مما يعني أنه ببساطة أطول بكثير من طول الأرض إنها تحب شعرها الطويل للغاية وكما ترون بجودة الشعر فإنها تهتم به جيدا يجب أن تتوخل حذر حتى لا تنتقل فيه وهذا هو نوع فيديو مضحك يعرض الشعر حيث ستراها تقوم ببعض المهام حيث تقوم صديقتها التي تحب شعرها الطويل وتعتني بها وتبقيها بعيدة من طريقها روبينز الحقيقية اليوم تحتاج جائما لمساعدة رفاقها كي تتمكن من القيام بمهام طبيعية المهمة ولكن المدهش في هذا الأمر أنه لديها منقذا كما الأسطورة ولكن هذا المنقذ هو صديقتها التي تحب شعرها المجرور على الأرض خلفها سترون أنها تحاول باستمرار أن تحافظ على توازنها وتحاول أن تقوم بكل شيء بروية وهدوء تام تخاف أن تتعثر في شعرها فتسقط حتما لو تمتلكين شعرا هكذا بهذا الطول ربما ستكونين بحاجة لماشطة سحرية رغم أن شعرها سيابي للغاية إلا أن العناية بهذا الشعر لا بد أن تتطلب مجهودا جبار أربما يفوق طاقة إلينا نفسها ولهذا تزورها صديقتها باستمرار لتساعدها في تصف في شعرها كي تتمكن من الحركة بحرية أكثر خصوصا وأنها تبدو حازرة في كل خطواتها كي تحاول أن تتمالك وتتمكن من السير والعمل والقيام بالأعمال المنزلية المعتادة تقف صديقتها خلفها وتحمل عنها شعرها كي تكمل ما كانت تقوم به وتبدأ لاحقا بتذفير شعرها مثل ذيل الحصان حتى يبدو الشعر أقل تشابكا وكذلك يسهل عليها الحركة لأنها فيما يبدو لا يمكنها أن تتحرك بحرية تامة مع ثقة لوزن هذا الشعر المتطاير يمينا ويصارا كما ترون في النهاية أصبح شعر روبرنز الواقعية يحتاج لمجهود كبير كي يمكنها في نهاية المطاف أن تقوم بأعمالها اليومية ترجمة نانسي قنقر